موسيقى لأول مرة يعقد ملتقى في مجال السياحة الطبية في تونس بحضور خبراء من الخارج وذلك للتسويق للمنتوج التونسي في هذا المجال حيث تعتبر تونس متقدمة في المجال الصحي ولديها الخبرات اللازمة للاستثمار فيه ففكر المختصون لعقد مثل هذه الملتقيات لكسب الخبرة اللازمة في ذلك وجعل تونس مركزا مهما للخدمات الصحية اليوم نحكيه على السياحة الصحية واللي هو احنا تصدير خدمات الصحة هو ميدان اللي في تونس ميخذ بلاسة كبيرة برشة واحنا تبرك الله المساحات قاعدين العدد من المساحات قاعد يكبر واحنا حبينا اللي نعرف الميدان هذية قاعد يتحسن وقاعد يتطور في العالم الكل وحبينا مذابينا التونس بالملتقاء هذية وبوجود مسؤولين على الميدان هذية من الوزارة ولا من مساحات يجيوا يحكيونا نحاولو نحكيوو ونحاولو نرقاو حلول باش نروجو المنتوج التونسي اللي هو منتوج به يعني نعفل صحة يعني ميدان صحة والطب في تونس مقدم لك دائما كيفه نروجوه كيفه نعرفو برواحنا في الميدان هذية هذية كيما برشا بلايس كيما ماليجا كيما تركيا كورشاي وكو نحنا عنا منقولو في الميدان هذية تطوير قطاع خدمات الساحة بصفة عامة ما يشملش فقط المساحات لكن يشمل كذلك الخدمة فيما يخص الأدوية فيما يخص كذلك يعني تدريب لكن كيما نجمو قطاع شامل فبالنسبة لنحنا إذا كان نخدم على تطوير المساحة هذوما نكونوا نتورنا صورة كاملة لتونس بطبيعة البيدرة هذية بيدرة طيبة تنخرط في المنظومة وفي الاستراتيجية متاع وزارة الصحة لتصدير الخدمات الصحية بطبيعة احنا المساحات الخاصة عن كفاءات عالية طبية وشبه طبية وقاعدين نصدروا في الخدمات الصحية متاعنا على البلدان الأفريقية وعلى بلدان أوروبية في معناها توسكية معناها جراحة التجميل وبطبيعة نحبوا نطوروا الصادرات متاعنا في الخدمات الصحية وهيك عليش المنطقة هذية بيدرة طيبة بيش نزيدوا نفهموا السوق العالمية كيفاش قاعدة تتطور كيفاش قاعدة تخدم وباش نحاولوا احنا زادة الاستراتيجية متاعنا معناها تتواصل وتتطور معناها باش نحصنوا الرقم المعاملات متاعنا في الخارج ونجيبوا ليدوفيز البلاد متاعنا ان شاء الله الهدف هي نهوذ بالاستثمار وتصدير الخدمات هنا التوريزم ميديكال ثم زادة الصناعة الدوائية وثم حتى التكوين وثم الغسور سيومان نحنا تونس عنا تبركلا معناها أطباء عنا حتى هذه التكنيسيان في قطاع الصحة اللي هم معناها على الشيء المونديال معناتها في ألمانيا في إفريقيا الناس الكل معناتها ماذا بيهم الجهة كيف ما من أفارقة ولا بلدين أخرى يحبوا يجيوا يتعلموا التجربة متاعنا يذكر أن السياحة الصحية بدأت تأخذ طريقها في ثبات في العالم حيث أنها ستمثل ما بين 2015 و2025 نسبة 25% من رقم المعاملات وتونس تريد أن تتموقع في مكان استراتيجي لما لها من خبرات في المجال الصحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر